زمان كانت الدولة بسيطة وما بتدخلش في نشاط الأفراد مفيش وزارات بتقدم خدمات للجنهور في بس وزارات سيادية بتضمن الأمن العام في المجتمع زي القضاء والشرطة والجيش لكن بتطور مفهوم الدولة على مر السنين بقت الدولة اشتراكية يعني بتحاول تقدم خدمات للأفراد وبتمارس نشاطات شبه النشاطات اللي الأفراد بيمرسوها ممكن الدولة تفتح شركة علشان تقدم للأفراد خدمات معينة ومن هنا تشعبت المرافق العامة وبقى لها أكتر من نوع وأكتر من تقسيم أنا عمر العروسي وهكلمكم النهاردة عن أنواع المرافق العامة في الحقيقة المرافق العامة لها أكتر من تقسيم من حيث نوعها ومن حيث استخلالها ومن حيث امتداد نشاطها ومن حيث إلزاميتها وأول تأسيم هو الأكبر والباقي سهل أولا المرافق العامة من حيث نوعها زي ما قلنا الدولة الزمان لم تكن تتدخل في نشاطات الأفراد وكانت مرافقها بتختصر على مرفق الأمن والدفاع والقضاء ودول بقى اسمهم المرافق الإدارية فهي مرافق تمارس نشاط لا يمارسه الأفراد ما ينفعش الشخص يقول أنا هعمل جيش مثلا وطبعا تلك المرافق يطبق عليها القانون العام اللي هو القانون الإداري فيه كمان المرافق الاقتصادية ودي اللي بتزاوي النشاط من جنس نشاط الأفراد زي المرافق الخاصة بالنقل والبريد ومرفق المياه والغاز اللي بيقدموا خدمات للمواطنين وممكن يكون فيه مواطنين بيمارسوا نشاط مشابه فعلى سبيل المثال فيه مكاتب البريد الحكومية وفيه أراميكس وطبعا بينطبق على هذا النوع من المرافق القانون الخاص اللي هو القانون المدني بس هنا بتصار لنا مشكلة خفيفة إزاي نفرع ما بين المرافق الاقتصادية والمرافق الإدارية والله فيه كذا معيار قيل بهم للتفرق أولا معيار القانون المطبق يعني لو القانون الخاص هو المطبق يبقى المرفق اقتصادي ولو القانون العام هو المطبق يبقى المرفق إداري بس في ذلك مصادرة على المطلوب؟ بمعنى أنا لازم الأول أعرف هل المرفق إداري ولا اقتصادي علشان أعرف أنا هتطبق عليه أي قانون مش كده ولا إيه؟ المعيار التاني قال نبص للمرفق لو كان بيقدم خدنة صرف يبقى مرفق إداري أما لو كان بيستهدف لتحقيق الربح يبقى مرفق اقتصادي لكن هذا المعيار أيضا مرضود عليه بأن بعض المرافق الإدارية قد تحقق ربح متمثل في الرسوم التي يتقاضها المرفق مقابل بعض الخدمات زي الرسوم القضائية على سبيل المثال وفيه كمان مرافق اقتصادية بتقدم خدمة في الأساس رغم إنها بتحقق هامش ربح يبقى المعيار ده كمان غير منضبط عندنا بقى المعيار الأقوى ألا وهو معيار طبيعة النشاط يعني بنبص للنشاط نفسه اللي بتمرسه الإدارة وده بغض النظر عن أي شيء آخر ونوصف النشاط ده هل هو نشاط خدمي بيقدم خدمة للمواطن في الأساس ولا هو نشاط اقتصادي بيستهدف الربح وبمعنى عليه نقول المرفق ده إداري ولا اقتصادي أيضا هناك المعيار القضائي واللي بيعتمد على حكم القضاء الصادر في شأن المرفق طيب القضاء في الأساس بيقيم المرفق ويصنفه على أساس إيه؟ على أساس موضوعي يعني شكل المرفق وعلى أساس شخصي اللي هو الهدف من إنشاؤه بغض النظر عن شكله بيجمع ما بين المعيارين دول ويخضيه إن كان هذا المرفق اقتصادي أم إداري وبما إن المرافق الاقتصادية بتمارس أنشطة شبه تجارية فهنا بنسأل نفسنا هل ينطبق على هذه المرافق صفة التاجر في فرنسا؟ قالوا لأ لا تنطبق صفة التاجر على المرافق الاقتصادية نيجي بقى للنوع الثالث والأخير وهي المرافق العامة المهنية والنقابية ودي زي النقابات والإتلافات اللي بيشكلها أبناء مهنة معينة علشان ينظموا شؤونهم الداخلية زي نقابة التجاريين والمهندسين والأطباء ودي بيكون من ضمن وظائفها التالي أولا تمثيل أبناء المهنة تحيير رقابة على الانضباط الداخلي تحرير مضوانة السلوك الخاصة بالمهنة ممارسة السلطة اللائحية يعني إصدار اللوائح والتعليمات اتخاذ المعايير التقدمية ضد من الخالف لميزيق دي سيكلين آخر طب سعب بيكون لهذه النقابات سنديق معينة أو جمعيات بتمارس بعض الأنشطة التجارية علشان تجيب ربح توزعه على أبناء المهنة يبقى انطبق بقى على المرافق المهنية القانون العام ولا القانون الخاص هنا يا جماعة بنبص للمسألة التي ثار النزاع بشأنها لو هي متعلقة بمزولة النقابة للنشاط التجاري يطبق القانون الخاص أما إن كان النزاع متعلق بإصدار التعليمات المنظمة فيطبق في شأن ذلك القانون العام تمام جدا التقسيم الثاني بقى اللي هو تقسيم المرافق الإدارية بحسب امتداد النشاط وده سهل جدا في مرافق عامة قومية يعني نشاطها بيمتد إلى جميع الأماكن في الدولة زي الأمن والقضاء والدفاع وفي مرافق محلية بتكون مختصة بنطاق غرافي محدد زي البلدية والمرافق المحلية التابعة للمحاظت وعلى فكر المرفق لا يكون قومي إلا بصدور قرار خاص بذلك من رئيس الجمهورية التقسيم الثالث المرافق العامة من حيث استقلالها في مرافق عامة مستقلة لها كيان مستقل بيتم الاعتراف لها به منذ لحظة إنشاءها وفي كيانات أخرى بتكون تابعة لمرفق عام آخر وليس لها شخصية معنوية مستقلة زي مثلا نقطة الشرطة اللي بيكون تابعة لقسم الشرطة التقسيم الثالث بقى والأخير تقسيم المرافق الحيث وإلزاميتها فيه جماعة مرافق الدولة بيكون مجبرة على إنشاءها زي الأمن والقضاء والدفاع وفي مرافق تانية اختيارية بيكون للدولة حرية اختيار إنشاءها أو لا وهذه المرافق الاختيارية لا يجوز للأفراد إجبار الدولة على إنشاءها آخر نقطة بقا حاب gegenüber أضح المرفق العام بيتم إنشاءه بناء على قانون صادر من الدولة وده كان الوضع في فرنسا حتى إنشاء مجلس الدولة فيها عام 1858 لكن بعد كده تم السمح للسلطة التنفيذية بإنشاء المرافق العامة بقرار صادر من ذوي الشأن وطبعا بيتم إنهاء العمل بمرفق عام معين بنفس الطريقة التي تم إنشاءه بها وده عملا بقاعدة توازي الأشكال يعني لو نشأ بقانون يتم إنهاءه بقانون ولو نشأ بقرار يتم إنهاءه بقرار سؤال احنا قلنا إن المرافق الاقتصادية بتخضع للقانون الخاص لكن هل جميع الجزئيات الخاصة بها بتخضع لهذا القانون ولا في بعض المسائل المتعلقة بالمرافق الاقتصادية بتخضع للقانون العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر